حياكم الله في حلقة جديدة من اللاعب اثناش خلونا في البداية نذكركم بهاشتاغ اللاعب اثناش اليوم والسؤال الموجه لكم برأيك من سيرافق نادي هجر لدوري الدرجة الأولى ولي ماذا بالتأكيد هناك ثلاث اندية نجران والقادسية والرائد في هذا الصراع من أجل الهبوط طيب خلينا نشوف أبرز التغريدات الرياضية اليوم في مواقع التواصل الرياضي نبدأها بحساب نادي الفيصل اللي غرد عن تقديم لك مواجهته مع نادي الهلال هذا التغريدة الواضحة مامنة واللي كانت موافقة نادي الفيصل أبرز ما جاء في هذه الموافقة حقيقة تأتي هذه الموافقة من إدارة النادي امتداداً لوقوف النادي مع جميع الأندية التي تمثل الوطن خارجياً متمنينة لفريق نادي الهلال الشقيق في مهمته اللاسوية التوفيق بالتأكيد كل هذه النماذج وهذه لغة الخطاب هذه اللي في الأندية ما بين الهلال والفيصل وبقية الأندية هي التي نحتاجها لتكون كرة القدم السعودية بأفضل حالة تغريدة الثانية أيضاً ثلاث تغريدات غرد بها حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم التغريدة الأولى قدم سعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره وتقديره لرؤساء الاتحادات العماني والقطري والإماراتي على كرم الضيافة للأندي السعودية في دوري أبطال آسيا ونحن بالتأكيد بدوري أن نقول لهم شكراً جزيلاً أيضاً التغريدة الأخرى من حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم هي تغريدتين متصلة مع بعض وفق سعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على إطلاق جائزتي المدربان الوطنيان القديران خليل الزياني وناصر الجوهر لأفضل المدربين السعوديين أيضاً لهذه التغريدة تغريدة أخرى متمة لها تقول وأنهت اللجنة الفنية بالاتحاد كافة الترتيبات الخاصة بآلية ترشح المدربين الوطنيين للجائزتين لاختيار أفضل مدرب من هؤلاء المدربين تقدير جداً كبير من الاتحاد السعودي لكرة القدم أيضاً تغريدة أخرى أيضاً من حساب نادي النصر والتي غرد بها باعتذار سمو الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس هيئة أعضاء الشرف من هذا النادي وهذه الاستقالة أيضاً تأتي بعد استقالة رئيس ملسي دارة النادي تغريدة الأخرى كانت من حساب نادي القادسية الذي فاز في الجولة الماضية على أفريقا الخالج وكانه يؤكد بأن الجمهير كان لهم دور في هذا الفوز من القلب شكراً لكم وهاشتاغ معكم الذي أطلقته إدارة نادي القادسية طيب خلينا نشوف في تويتر بعد الجولة كان في مقاطع جميلة للمدرجة الوحداوي خلينا نشوفها مع بعض ترجمة نانسي قنقر بالتأكيد أجواء جميلة جداً في مدرج نادي الوحدة هذه الأجواء كانت تسبق اللقاء المهم الذي كان يخوضه نادي الوحدة أمام نادي التعاون كان من ربما خسارة الفريق الوحداوي تؤدي لصراعته في الهبوط ولكن كان الوحدوين رائقين بالتأكيد من كان يقود هذا الرواقان الوحداوي في المدرج عميد مشجعي رابط الأندية السعودية والمنتخب السعودية أيضاً عاطية الموركي معنا من جد دعم عاطي أهلاً وسهلاً بتواجدك وشكراً أنك موجود معنا أنا أعرف أنك أنت ما تطلع تلفزيونية لكن شكراً أنك قدرت هذه الدعوة أهلاً وسهلاً بك وحييك وحيي المشاهدين وإن شاء الله أكون عند حسن نظن الجميع يعني عاطي إيش الجو الجميل هذا اللي في مدرج الوحدة قانون وسمسمية والله والله يا ابن الحلال كله بنجلة الوحدة يهون وإن شاء الله وإن شاء الله أن الأفراح تستمر في مكة نعم فرحنا بهذه المباراة لأنها كانت تكة وبعدها فرحة مكة الحمد لله وهذا نعمة من نعم الله ونادينا يبشر بخير وأنا أحث كل من كان يحب مكة ومن أهل مكة ويغير على مكة لابد لابد نحط يدنا مع بعض يصير كلنا وحدة ويدنا وحدة من أجل مكة يدنا وحدة يا سلام هذا الشيء اللي أنا أتمنى ونعمل سيدي كنت في مباراة مهمة زي مباراة التعاون وكانت ربما الخسارة تدخل الوحدة في حسابات كثير وكنت رائقين يعني المدرج كانت أجوال مدرج جميلة وكانت مواقع التواصل تشيد بالأجوال الجديدة اللي موجودة في مدرج نادي الوحدة والله اللعيبة والمدرب يعني أثرجوا صدورنا وإحنا قرينا الفوز والانتصار يعني كل من كان حواليهم من محبين مثل الأستاذ جمال تونسي زياد فارسي الناس المحبين واللي كمان باتصالاتهم يعني أنا ما أقلل من شاء الله الآخرين ولكن هذول كانوا في آخر تمرين وفي آخر رونق مع هذا الفريق ولله الحمد وعدونا وبشرونا ورفعوا روصنا هي كانت تكة والحمد لله فرحة مكة والقادمة حلا إن شاء الله طيب عمعاطي في معانا صور مجهزينها أنا ودي نأخذ تعليقاتك عليه إذا الشباب يعطونا أول صورة تشوفها عندك عمعاطي صورة لك وأنت تقود المدرج الوحداوي لك كم سنة عمعاطي في المدرج نقول أربعين حط عليها وقولنا أنا نقص منها ما في مشكلة لا أربعين سنة من متى من إدارة الكوشك والأنا غلطان من إدارة عبدالقادر كوشك بعد وفاة عبدالله عريف هذه كرابطة أما كتشجيع فإحنا لحقنا الجيل الذهبي وشجعنا ولكن كانوا هناك فيه رموز وكانوا فيه هرمات يعني فيه المدرج الوحداوي وأحنا اكتمسنا الشيء هذا وكمنا المسيرة الناس اللي قبلنا وإن شاء الله نقول مكة مليئة إن كان لاعبين وإن كان محبين وإن كان رجال يحطوا يدهم بعضهم بعض لأنه مكة تستاهل عم كم يا عم عاطي عم كم أول رابطة وست في نادي الوحدة وإنت كنت طبعا تقول والله بعد وفاة عبدالله عريف عم كم عندما استلم 98-99 يعني 40 سنة ما ننقص منه إلا سنة الله يعطيك طولة العمر عم عاطي طيب نبغى نأخذ صورة كمان تعلق لنا عليها خلينا نأخذ صورة ثانية وبعد تعلق لنا عليها شوف الصورة الثانية صالح القرني يقبل رأس عاطي الموركي رئيس رابطة مشجعي نادي الاتحاد قبل رأس رئيس رابطة مشجعي نادي الوحدة فيها رسائل جدا كثير ايش تعني لك هذا الصور عم عاطي أقوله نعم بالرجل هذا هذا عنوان للطيب والطيبين ولو نصيب من اسمه صالح عم عاطي لمن يكون فيه رئيس رابطة نادي زي نادي الاتحاد ورئيس رابطة نادي زي نادي الوحدة بهذا الصورة الجميلة ايش معنا هذا الكلام يعني التاريخ يقول وحدة والاتحاد والحمد لله الآن كل الرياضة أصبحت راية وحدة وهدف واحد وسمع إن شاء الله أن تكون الرياضة محبة وليس للأمور التي لا قدر الله توصلنا للتعصب والأمور يعني توصلنا لقيل وقال الهزيمة في داخل الملعب والفوز هذا كل نفرح لك وما بيننا غالب ومغلوب الاتحاد الأهلي الهلال النصر الاتفاق احنا كلنا في الأخير يعني رايتنا واحدة ومعزبنا واحد وربنا واحد يا سلام طيب في صورة كمان ثانية معاطي في المقابل يعني رئيس رابطة نادي الاتحاد وإيضا أنت تحمل شعار النادي الأهلي ورئيس رابطة النادي الأهلي سعود برقاوي يحمل أيضا شعار نادي الوحدة ونعم 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 ببو فهد وإحنا والأهلي والاتحاد يعني مكملين بعض حتى لدي الثانية لها مكانة في قلبي أحبهم كلاعبين وكإدارات وكمدربين وطنيين أنا يعني الشيء هذا يكفيني محبة الناس نعم النتائج نتمنىها تكون في الوحدة زي ما هي موجودة في الهلال والنصر والاتحاد والشباب هذا الشيء اللي أنا أتمنىه يكون في مكة لكن من صبر ظفر ونصبر وإن الله مع الصافرين وإحنا جيرانه ربنا يبلغنا إن شاء الله ويفرحنا وكثير من الناس يتمنوا الفرح المكة وله المكة وللي حبه مكة عم عاطي اللي أعرف أنك يعني لك دور كبير في توحيد كلمة الجماهير الوحداوية ودعم الإدارة وبالتأكيد بقاء الوحدة في دوري عبداللطيف جميل أنت تقود أمور كثير مهمة حتى من خلف الكواليس والله يشوف يعني الوحدة هذه يعني إحنا نعتبرها إحنا ولاءنا وانتماءنا للمكة وللوحدة الولاء لمكة لا بديل يعني حاجتين هذه أنا مصر وأبقى على الوحدة وأبقى أني أكون من أهل مكة واعتز بكل من يحبها المكة ويتمنى أفراح لمكة وأنا والله الحمد يعني كل الجماهير سواء في الاتحاد سواء في الأهل في الهلال في النصر في الشباب في الاتفاق جمهور الشرقية جمهور حائل كل الناس ولله الحمد يعني أحس أنه فيه محبة وهذا هو راس مالي اللي أنا أعتز به يا عماط اللي أعرفك أنت لازم أحبك طيب خلينا نشوف عماط أنت تشوف معاي الصور على الشاشة صورة الاتحاد والله اللي شفتها أشوف طيب هيا شوف هذه الصورة أشوفتها كيف طيب شوف هذه الصورة هات يا سيدي شوفها تتذكر هذه الصورة عام كم في من درجات المنتخب السعودي هات هات يا سيدي الله الله شوفوا شوف الله هذا في سنغافورة يا سيدي سنغافورة عام كم أيام الزياني أيام فيصل بن فهد رحمة الله عليه هذه أيام هذه تكتب يعني من ذهب هذا المجد وهذا الشيء اللي كان إن كانوا إدارة وإن كانوا لعبين وإن كانت قيادة وإن كانت جماهير وإن كان نقات وإن كان إعلمين كلهم عشرة على عشرة يا الله والله والله العظيم بالله يعطوني الكاميرا يا شباب والله هذه الرسالة وهذا الكلام المهم عن المنتخب السعودي اليوم نفتقده وهذا من أهم أسباب تراجع المنتخب السعودي بالله أعطونا الصورة الثانية لعمعاطي عمعاطي شوف هذه الصورة ولاحظ نفس الوقفة ونفس مسكة المايك وأتوقع أن بينها ما لا يقل عن 30-35 سنة شايفة قدامك؟ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هذا شيء يعني برضو الواحد يرجع شوف الصورة كلها مكملة لبعض وطن ووحدة يا سلام وطن ووحدة الوحدة هذه يعني ولاء وانتماء والوطن هذا فخر لكل من كان في هذا البلد وإن شاء الله إحنا ولاءنا للبلدنا وللقيادة والكل من حب هذه البلد وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المسؤولين وأتمنى أتمنى أتمنى من عبدالله بن مساعد كل اللجان هذه المهتمين بها والأشياء بها يرجعوا للجمهور ويفكروا في الجمهور لأن ما هي عملية مباراة منتخب وتعالوا ويكلموا فلان وكلموا فلان لا هذا إحنا لابد إحنا نكون يد وحده والهدف واحد والراية واحدة والقيادة واحدة وإن شاء الله إن شاء الله نحقق الشيء اللي يعني يليس سمعة المدرج السعودي زي ما هم اللاعبين يفكروا فيهم الناس الفنيين الناس اللي يعني مجالهم الإعلامي إن تقدوا إحنا نتمنى إحنا ما نختلف المباراة فوزوا هزيمة اللي يفوز نقوله ألف مبروك واللي هذا نقوله هارد لك ويا ما قالوا لي هارد لك ويا ما قالوا لي مبروك صحيح طيب عم عاطي هذا الكلام الجميل بالتأكيد وهذا الدرر المهمة بالنسبة للجماهير السعودية وجماهير نادي الوحدة خليك معنا نكملها إن شاء الله بعد هذا الفاصل عودة لكم مجددا بالتأكيد مشاهدين الكرام في اللاعب الثنائس اللي اليوم موجود معنا عاطي الموركي رئيس رابطة مشجعين هذه الوحدة وعميد المشجعين السعودين الرجل الذي بالتأكيد يملك تاريخ كبير وكبير جدا عم عاطي أهلا بك مرة ثانية ونبغاك تشوف معنا برضه هذا مقطع مجهزين ولك عم عاطي نبغاك تشوفه معنا على الشاشة حبيب القلب عاطي الموركي وقف الصورة يا رجل وقفها على وجهه اللي قلب وقفها على وجهه وقفها بس بس هنا ايوه طيب يا رجل واقسم بالله هو والمكرفون حقه وعليها بوسه مستهل موركي هذا تاريخ هذا تاريخ أول بطولة أو أول إنجاز للكرة السعودية كان قائد جماهير السعودية في سنغافور 1984 نمو نصلنا إلى لوس انجلوس الموركي هذا تاريخ يقول عبدالجواد شفت كابتن قبلة عبدالجواد على رأسك وعلى هذا المكبر مكبر الصورة اللي انت أربعين سنة حامله أقول عبدالجواد والجيل الذهبي اللي صنعوا التاريخ اللي الحد الآن احنا نتغنى بهم وهم الآن في قلوبنا ونتمنى من الناس هذول اللي دخلوا في عالم الاحتراف يراجعوا حساباتهم نبغى غيرة للبلد نبغى تضحية للبلد نبغى شيء يرفع اسم البلد نبغى شيء يرد الجمهور كما كان الأيام الحلوة الأيام الجميلة أيام فيصل بن فهد سلطان بن فهد يعني هذه الأشياء ونرجع لها لأن هذه الأشياء لابد يعني سعودي أرفع رأسك وإن شاء الله رأسه لمرفوع هذا اللي نتمنى طيب عم عاطي هذا الجيل الجيل محمد عبدالجواد والبقية بالتأكيد أنا طبعا ما أفتكره عشان كذا ما أفتكر الأسماء يعني في الوقت التاريخ عباك تعطيني كذا قصة يعني كانت لك مع هذا الجيل وأنت في المدرج مدرج منتخب السعودي والله المدرج هذا يعني في له أشياء كثيرة أبا قصة سريعة في له أشياء كثيرة قصة سريعة طال عمرك في الدوحة بعد هدف أحمد جميل الجمهور نزل كله في الملعب الجمهور كله نزل في الملعب واتفاجأنا المبارات الثانية جاءنا أبو عزيز عبد الرحمن الدهام للمدرج فبيقول لي يا عاطي أنت لابد أن أتكلم الجمهور وانت 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 قلت لي إذا حضر الماء بطلت وانت أبو عزيز انت فيك الخير والبركة انت القدوة احنا وراك قلت حيوا الدهام حيوا والمدرج كله كان يقول حيوا الدهام حيوا وألقى كلمتين حلوة أنبسط الجمهور أنبسط جدا جدا وراحوا من درجة درجة ثانية إننا المنصة والجمهور يتفلوا يشهد الله هذا مواقف حلوة لأنه هذا فأحمد جميل خل العالم تنزل غصبا عننا لأنه السياج كان بسيط والأمور نحن نعشق بقوة حتى اللاعب ننزله للملعب حتى اللاعب يعني نشيله فوق أكتاف أنا عبد الجواد في صنغفورة فوق ظهري شلته أنا والمجموع اللي معايا هذا عبد الجواد وأرجعه وعنده صور وعنده أشيات ذكريات موجودة عند بابل فندوق يا سلام أمعاطي نحن نتمنى إن شاء الله هذه الذكريات الجميلة للمنتخب السعودي تعود تعود وأنت قائد إن شاء الله لهذا المدرج مدرج الأخضر نتمنى لك التوفيق أنا قبل ما أختم معاك أمعاطي أقول لك حنه الزمزم هاي يقول حنه الزمزم وجيران الحرم حنه المكة وجيران الحرم بحق من قال لبك لبك يا ربي وفق جيران البيت شي جميل وشي طيب ومكة خير هم يقولوا جدة غير هم يقولوا جدة غير ونحن نقول مكة خير الله يسعدك أمعاطي الله يوفقكم وألف مبروك لنادي الوحدة البقاء أقول الله الله يوفق البلد الله يوفق البلد الله يوفق البلد وإنصر البلد ومن أرادها بسوء إن الله يشغله في نفسه بحق لا إله إلا الله آمين هذا الشيء اللي نقوله الرياضة على جنب لكن حب الوطن من الإيمان حب الوطن من الإيمان اللي ما عنده غيرة للوطن هذا ويضحي من أجل الوطن هذا وينتقد من أجل الصالحة العام فلا خير فيه إن شاء الله معاطي شكرا جزيلا لك شكرا لهذه الرسائل الجميلة شكرا لك وشكرا للمشاهدين والله يجعلني عند حسن الظن وأقول مبروك للأهل الرمز خالد العبدالله وإدارته بأبو هليل وجميع اللاعبين والإداريين وكل من كان يفرح ونقول له الله يزيدك ففراحك استاهله عام عاطي وأنت كبير بهذه المباركة وكبير بوجودك في المدرج تمنى لك التوفيق والله يموت في عمرك إن شاء الله شكرا جزيلا لك رئيس رابطة مشجعين هذه الوحدة وعميد المشجعين السعودين عاطي الموركي كنت معنا من جده شكرا جزيلا وكثيرا لوجودك معنا في الاستوديو لاعب الجولة مشاهدينها الكرام من بيبسي بعد كل جولة أرقام أبتة تعطينا أفضل ثلاث لاعبين بالأرقام في الجولة وأنتم تصوّطون للأفضل من خلال موقع بي سي برو سبورت دوت سلاش لاعب التنافس بالتأكيد بين الثلاث لاعبين اشتركوا في القناة طبعا أيضا في المقابل هدف الجولة من استي سي بعد كل جولة محللين يختاروا أفضل ثلاث هدف الجولة وأنتم تصوّطون على الأفضل من خلال موقع بي سي برو سبورت دوت نت سلاش هدف التنافس على لقب هدف الجولة بـ 25 بين ثلاث لاعبين اشتركوا في القناة نعج دائما نستعرض تغريداتكم على السؤال الذي وضعنا لكم في هشتاق برنامج اللاعب 12 واللي كان اليوم عن الأندية التي من الممكن أن ترافق هجر في هبوطها من دوري عبداللطيف جميل خلينا نشوف التغريدات يقول الهبوط أخي هاني شكله باين على هجر ونجران ولو خسر نجران المباراة القادمة سيهبط أكيد ويكون الملحق من نصيب الرايد أيضا تغريدة أخرى في هشتاق اللاعب 12 يقول أتوقع هبوط نجران الرايد أكثر نقطيا والرايد يحتاج نقطة لضمان المركز الثاني عشر ولعب ملحق أما نجران فهو فريق ممتاز وتحدى الظروف تغريدة أيضا أخرى في الهشتاق قول أمسي عليك أستاذ هاني توقع الرايد سيرافق هجر طبعا لأنه طالع من هزيمة ثقيلة من الأهلي ستؤثر عليه نفسيا ومعنوي أيضا تغريدة أخرى في هذا الهشتاق وهذا التساؤل يقول أعتقد أنه مستوى نجران في تصاعد ولم يخدموا هذا الموسم اللعب بأرضه لو لعب بأرضه لاختلف ترتيبه لكن مع ذلك أراه سيرافق هجر لدوري الدرجة الأولى بالتأكيد هذه أراءة مختلفة ومتنوعة هذا أراءة يقول توقع الرائد لأنه نجران رغم الظروف اللي مر فيها يريد أن يثبت وجوده في الدوري مع الكبار هذه أراءة كم بالتأكيد حول من سيبقى في دوري عبد وطيف جميل ويضم من سيغادر يقول بإذن الله نجران سيبقى ونقول الصملة يا رجال وسنكون دعمين لنادي نجران في مباراته الأخيرة وأتوقع الرائد هو من سيرافق فريق نادي هجر لدوري الدرجة الأولى كنا معكم في حلقة بالتأكيد متميزة من اللعب 12 بوجود عميد رابطة مشجعي المنتخب السعودي ورئيس رابطة مشجعي نادي الوحدة عاطي الموركي ورسائل جدا مهمة قال هذا الرجل الذي يملك تاريخ وخلفية جدا كبيرة شكرا جزيلا لكم